هذا وأعلن حزب الله أنه شن عددا من الهجمات وخاض اشتباكات مع القوات الإسرائيلية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم فقد أعلن الحزب عن استهداف موقعي المرج وخلت وردي ومنطقتين السدانة وبركة النقار في مزارع شبعة بالصواريخ كما استهدف مستعمرة كريات شموني بالصواريخ كذلك أعلن الحزب أن مقاتله اشتبكوا بالأسلحة الرشاشة والصاروخية مع قوة مشات إسرائيلية على أطراف بلدة رب الثلاثين واستهدف بصواريخ تجمعا للقوات الإسرائيلية في محيط موقع المرج العسكري داخل إسرائيل